أنا أعتقد بأن حزب الله في سوريا هو أضعف مما كان عليه في السابق وبمستويات أعلى بكثير نظر لوجود ضربات نتحدث اليوم عن طبيعة تلك الضربات التي استهدفت قادة الحزب وصولا إلى استهداف القيادة وأتحدث عن مقتل زعيم حزب الله حسن نصر الله من خلال الغارة الجوية التي نفذت في بيروت رسالة واضحة إلى المحور بشكل كامل كمحور إيراني وحزب الله بأنه من هدف القادم وأعتقد بأن حزب الله قدراته تراجعت ربما بعض التصريحات الإسرائيلية تشير إلى تراجعها بمستوى أكثر من 70% وما أرجحه اليوم من خلال عمليات سواء كان من خلال قراءة أولية لطبيعة الرشقات الصاروخية تدلل على أن الحزب اليوم يعمل ضمن نطاق أو ضمن سياسة الذئاب المنفردة نلاحظ أن إطلاق صواريخ من جبهات متعددة لا وجود اتصالات وإنما تقتصر العملية على التحركات عبر الدراجات النارية أو وسائل مختلفة اليوم يخشى حزب الله أن وجود أي شبكة اتصالات بما بينهم وذلك تجنبا لتداعيات وتسريب تلك المعلومات إلى الجانب الإسرائيلي لكن على الجبهة السورية أعتقد بأنه من الصعوبة بمكان خاصة بعد تلقيه عدة ضربات وهو الآن متواجد بمنطقة الحدودية في منطقة القنيطرة أو محافظة القنيطرة بالتحديد حيث تنشط عليها أو ما يسمى قوة الرضوان وهي القوة العسكرية الصلبة لدى حزب الله ويتعطب قوات خاصة تعمل في الخارج أسوة بفيلق القدس الإيراني وبالتالي هذه القوة عندما تم ضربها بهذا المستوى وربما نتحدث عن مصاري التمويل عسكريا سياسيا اقتصاديا قد تم تقليمها بشكل كبير قد نشهد انهيار الكثير من الجبهات لحزب الله في سوريا